اشتركوا في القناة الرمضاني غباء اعلامي من التسعينات في زمن ثورة التواصل الاجتماعي ما زال النظام الجزائري على غبائه المتجدد والمتمدد والمتعدد أيضا حيث أنه في هذا الزمن المفتوح عادوا إلى بضاعة آتت أكلها يعني في التسعينات والآن يعاودوا يجددوا فيها في هذا الزمن المفتوح اللي تحول فيه الطفل الصغير عنده بورطابل إلى قناة فضائية تتعامل بمنطقة التسعينات في هذا الزمن وهذا وش اللي صراه جايبين واحد المسلسل انتاع اعترافات ارهابيين قاعدين ويحكوا ويحكوا كذا وكذا 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 وش قمنا وش جراه وش جراه هذا نفس الشي اللي كان يحدث في التسعينات كل عشية الجزائريين على موعد اعترافات ارهابي وفي ذلك الوقت على الأقل كانوا آلاف المسلحين في الجبال كانت الجزائر في حرب أهلية كانت الجزائر عندها مناطق تحت سيطرة الإرهاب صارت تعرف بالمناطق المحررة هم اللي سلطة فيها مناطق في البوليدة التي فيها الناحية العسكرية الأولى اللي هي أكبر ناحية عسكرية فيها مناطق محررة لعشية مسيطرين عليها الجماعات الإرهابية من الجيو ومشتقاتها ويجيبوه لك في ذلك على الأقل يعملوا في حرب نفسية على آلاف الناس رهم حاملين أسلحة موجودين في الجبال الآن ما هو أنت تجيب لي لسلوس مدني اللي أعلنت عليه في ديسمبر 2020 أنه مات وراوي عندك الجثت وروح تدفنتها وبعد ذلك يطلع حي في السياق نفسه واستغلالا للمعلومات أصفرت عملية تحديد هوية الإرهابيين الثلاثة المقضي عليهم من التعرف على كل من لسلوس مدني المدعو الشيخ عاصم أبو حيان ذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 وكان مسؤولا عن منطقة الشرق ورئيس اللجنة الشرعية لأحد التنظيمات الإرهابية أنا المسمى لسلوس المدني المدعو في التنظيم أبو حيان عاصم لا توضيح من وزارة الدفاع القصة هذه غضوا الطرف ووزارة الدفاع تحولت إلى مهزلة بين الجزائريين في شبكات التواصل الاجتماعي حقيقة وراء هم عايشين في غيهم القديم ما على بلهمش أصلا ما على بلهمش بالله هذه الأشياء راه تفقد المؤسسة العسكرية قدستها يصير الجزائري ما يصدقش المؤسسة العسكرية غضوا المؤسسة العسكرية تقول له راي كينا حرب وهو منهر كينا حرب والأعداء ومش نعارف راي كينا المغرب باسد المغرب اللي هو العدو متاع عمرقم واحد وهو الأساس راي وراي يهجم عليكم كما في الثلاثة وستين ما يصدقوكم ولا يصدقوهم أبدا لأنه خلاص راي وشي ملموس قد مثلا جيب خبر وجيك واحد يكذبك فيه ممكن جدا أنه يشك الإنسان يقول لك ما لك شهذا لي يكذب فيه ما عندهش دليل لكن انت تدير بيان ما زال منشور على صفحة الفيسبوك تعويزارة الدفاع ما زال منشور وتجيبوا وانا تحدثنا عليه في الحلقة الماضية وتجيبوا الشخص اللي قلت عليه ميته وانشرت جثته وصورت جثته معه للأشخاص اللي قتلوا معاه وبعد ذلك يظهر حي لا وضحته هلاش يقولوا على الأقل بأنه في ذلك الوقت بأنه تبين أنها جثة لشخص آخر حتى وإن كانت هذه رح تضحك عليكم ناس كيفاش مؤسسة مثل وزارة الدفاع تحارب في الإرهاب وشينغري حيقول جزائر راه وجيشها أثبت وجوده أثبت قوته في مكافحة الإرهاب مهمة شريفة وبالجيش الوطني الشعبي انتحها لبرز وثبت وبرهن بلي هزم الإرهاب كما جدودنا وبينا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير وكل الفضل يرجع لهم وأنتم تسوقون على أن الجزائر صارت مدرسة في مكافحة الإرهاب وبعد ذلك شخص مثل لسلوس مدني اللي هو قياده في الجماعات الإرهابية تقتلوه وبعد ذلك جيبوه يعترف ويوجه في رسائل إلى مسلحين آخرين كي يسلموا أنفسهم ويتوقفوا على القتال في زمن أنتم تقولوا بأن الجيش قضى على الإرهاب قبل تقولوا قضى على الإرهاب في الجزائر وبعد ذلك ما زالوا فلون الإرهاب وبعد ذلك راهوا ما زال الإرهاب لأنه طبعا فلون الإرهاب معنى أنتهى الإرهاب من الجزائر ولكن أنت ما عندهاش أيامات فقط خرجت قائمة للكينات والأشخاص الإرهابيين هذه درتها معنى هالإرهاب ما هوش فلون راهوا صاروا يخرجوا أسماءهم في الجريدة الرسمية قبل على الأقل كانوا يتعلقوا صورهم في الجدران برة ولا يظهرهم في المراكز تحت الشرطة والدرك تدخل تلقى صور إرهابيين مع القينثم هذا وش كاين كاين هكذا الآن صاروا يصدروا أسماءهم في الجريدة الرسمية هذا وين وصلتوا وتقولوا بأنه مكنش الإرهاب في الجزائر وأنهم فلون إذن أنتم تكذبوا في هذه التصنيفات وعندكم منظمات إرهابية عندكم رشاد هاي يدير في بعض التظاهرات وعندها حضور إعلامي وإن كانت تعطيتوها أكثر من حجمها هذه دائما نقولها الماكره يدير في مظاهرات في باريس يحضروا هالآلاف وحتى دار مظاهرات في تيزي وزو وفي منطقة القبائل شاركوا في هالآلاف أيضا وين هو فولو للإرهاب فولو الإرهاب كل يوم عملية كل يوم عملية فبلصة فلانية من حين لآخر استشهاد ضباط صف ضباط جنود كذا وشنغريحي عزي وتبوني عزي كل ذلك وفولو للإرهاب يعني من التسعينات أنتم تحكونا على فولو الإرهاب وما زالت الحكاية ماشية المهم أنه جايبيننا اعترافات يعني بالله عليكم فيه جزائر الآن يمكن أن يصدق شخص لدى الأمن وديرين له لم ينطف في يديه وجايبينه رح يقول كلام صحيح يعني يمكن أنه من الناحية الإعلامية خلينا نتكلموا من الناحية الإعلامية يمكن أنه تصحيح ويصدقوهم يعني في رمضان هذا بدل أنه تقدموا برامج توعية برامج تفيد الجزائريين تلفزيونات متاعكم ما كانش اللي يتبع حتى صاروا هناك أدباء ومثقفين يقولوا بأننا هجرنا هذه التلفزيونات وفيهم اللي قال بأنني لما رجعت شفت بعض البرامج أسبت بقرف شديد ومبغى يعني بلغ هذا القرف مداه بسبب هذا المستوى الهزيل للإعلام الجزائري بعد ذلك يجي يجي العسكر اللي يسجلوهم هما العسكر وحطوهم بتلك الطريقة ويجيب ويعترف يعني الجزائري الآن ليعاني من وضع اجتماعي بائس يعاني من غلاء الأسعار يعاني من الفقر والبطالة وما إلى ذلك من هذه الأمور راهوا ما يسور الحالة راهوا تعشى وفطر في رمضان مليح وبيان ما يخصوا حتى شي ما يخصوا حليب ما يخصوا سميد ما دار طابور ما دار والو كلش يخرج يجيه بل يجيبوا قدر يشري من الأنترنت ما خصته غير يبعد يشوف بعض الإرهابيين اللي من التسعينات باش يعترف ويجيبوا حكايات يجيبوا واحد يحكي أنه عنده تواصل مع بعض الأشخاص في لندن هناك أمر آخر أود الحديث عنها وهو يخص حركة رشاد أو التواصل مع حركة رشاد عموما والعربي زيتوت خصوصا من بين الأسئلة التي قدمت إلى أمير التنظيم هل التواصل سري أو علني وهل هو عن طريق ثقة أو لا تم التأكيد من طرف أبو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين أمير التنظيم العربي زيتوت اتصال سري وعن طريق ثقة يعني بالله عليكم هذا الشخص المذكور أنا عندي معه خلفات وافترى عليها وكذب عليها ولكن أنا دائما موضوعي ما أقبل أن يتهم حتى عدوي كذبا يعني هذا الشخص اللي يراه عايش في لندن ويحمل جنسية بريطانية ومواطن بريطاني يعني ما القام عامل يتعامل يتعامل مع القاعدة ويتعامل مع العنابي اللي في منطقة السحل والصحراء ومدرج في الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من الدول على أنه رأسه مطلوب يعني شوف خلونا شوي من هذا الهبل يعني مخابراتكم أدرة يعني بيش تقنعوا الجزائريين أن هؤلاء الأشخاص اللي درجتوهم في قائمة الإرهاب لازم نخرجوا واحد إرهابي باين بلحيته ويحكي ويقول رهو كين تواصل سري ومش نعرف واش والله هذه البضاعة أضحكت عليكم دول العالم ما خلتش للدولة حتى مصدقية أصلا ما خلتش حتى مصدقية خليني في هذه السياق عندما حدثت أبو الدحداح هذا كان يجابه قبل يعترف وبعد ذلك جابه واحد قبالي باش يحكي على الماك على أساس أنهم راح يقوموا بعملية إرهابية وما إلى ذلك خليني نشوفوا مثلا هذا المقطع من مداخلة كانت في ماي 2021 واش قلت على هذه الحكاية حتى لا نعيد نفس الكلام الكثير من الجزائريين تداولوا بكثرة التساؤلات حول ما تقوم به السلطة في الآوينة الأخيرة من هذه الظاهرة الدحدحية التي بدأت مع أبو الدحداح الذي جاء وتحدث في أمور عبر التلفزيون وبعد ذلك جاءت مع نور الدين حدار الذي أطلق عليه أبو الدحداح القبائل أيضا والذي بدوره جاء ويعترف عبر التلفزيون عن خلية كانت تستعد إلى أمور أمنية ضد منطقة القبائل وبعد ذلك جاءت الفكرة الدحدوحية عبر شهادات لنساء وأحد الشيوخ والذين معروفين وجوههم في الحراك الشعبي وتم عرضهم على التلفزيون بطريقة يعني أثارت صخة الجزائريين بأن التلفزيون يروح لمركز الشرطة يجيب النسوان ويستمع إليهم بعد ذلك يعرضهم بتلك الطريقة الرخيصة بمعنى الكريم وكل المعطيات تؤكد بأن التلفزيون والأجهزة الأمنية مصر على هذا الخيار وربما بعد ذلك راح يزيدوا جيبونا جماعة أخرى ويقولوا هذو كانوا يستعدون إلى كذا كذا ومحتمل جدا وغير المستبعد أن يأتوا ببعض الأشخاص من خلية ما يسمى خلية الماك ليزيدوا ويضيفوا اعترافات أخرى تغطي على الثغرات التي تحدث عنها الجزائريون وطبعا بالرغم من أن هذا الطريق أثار جدل داخل المؤسسة العسكرية وحدثت أزمة داخلية بسبب الطريقة التي تم عرضها والتي لم تقنع الجزائريين إلا أن المعطيات المتوفرة لدينا تقول أن السلطة مصرة على هذا المسلسل الدهدوري لكن الحقيقة الأساسية التي يجب أن ينتبه إليها الجزائريون أن ما تقوم به السلطة من هذا التخبط دافعه الأساسي هو الخوف والرعب من الشارع الجزائيين هذه الحقيقة لماذا تخاف؟ السلطة في التسعينات شفنا واش دارت في الشعب الجزائري واش قتلت واش ذبحت وما خافتش السلطة الآن تخاف لأنها سلطة ليست قوية سلطة تعاني من عقدة بالناحية الشرعية تعاني من عقدة تجاه الحراك الشعبي أيضا تعاني من عقدة تجاه الخارج السلطة لم تضبط أمورها خارجيا السلطة تعيش تحت إملاءات من عدة أطراف الخارج وأهمها هي فرنسا كل هذه المعطيات خلت هذه السلطة ضعيفة لكن سمعته أني قلت بأن هذا المسلسل لن يتوقف وأن النظام راه خايف من الشارع الجزائري لذلك النظام الجزائري لم يجد ما يرعب به الجزائريين إلا استعمال بضاعة الإرهاب وهذا أكبر دليل يثبت على أن الخلية أو العلبة السوداء التي تدير النظام فيها توفيق خالب النصر لأن هذه هي البضاعة انتاعهم في التسعينات يعني هذا العسكر في زمن الاحترافية وفي زمن التطور الإعلامي الكبير ما وصلش على القل يتعلم شوي المرة اللي فات جابوا واحدة الوثائق يسموه سقوط خيوط الوهم كان مصخرة بمعنى الكريم والآن جايبين لهذه المصخرة الناس يعترفوا وحطوا فيه واكل قنوات انتاع بودوره وصحافة بودوره تكتب بالبنط العريض وتنشروا اعترافات خطيرة يا والدي حتى لو كانوا يكونوا هذه اعترافات صحيحة نفرض جدلا أنه كل هذه اللي يقولوا فيه صحيح يعني بالله عليكم ممكن الجزائري يصدق أنه واحد راهوا عند المخابرات راهوا ما دالش واش قالوا لهما مستحي يعني حتى لو كانت تكون هذه المعلومات تقول شوف بعض الدول لما يمسكوا إرهابيه وقاموا بعملياته وحدثت في فرنسا خلية تعدها عشان اللي كانت تقوم بعمليات إرهابيه حتى كي جابوا قوالهم جابوها كتسريبات عبر المحامين تحمل وسائل الإعلام وسائل الإعلام توصل للملفات تحمل واش قالوا عند قضاء التحقيق لأنه هنا راهوا كين قضاء مستقل بمعنى الكلمة دولة مؤسسات عندما جي تقول راهو متهم هو واش قال للقضاء تأكد بالله هل أعذبوه ولا تحت الضغط ولا أي شي هاي هذه التسريبات يكون عندها نوع من المصدقية لكن تجيب شخص حطه في كرسي وراهريد من القرون الوسطى من زمن التسعينات وتحط له لي مينات وتقول له أحكي بل أنه فيه هذا لسلس مدني اللي قالوا عليه مات ومزل حي واش صرا اسمعوا الغريب العجيب يوجه في رسائل إلى المسلحين باش يسلموا أنفسهم ويفتيلهم وهو من سنة تسعين الألفين واثنين وعشرين وهو مفتي ليهم وهو أو تعرفوا وش معنها مفتي لا يقومون بعمل تعذيب ولا قتل ولا عملي أي شي ولا تنفيذ تفجير ولا كمين ولا شي إلا بفتوى من طرف يعني واحد من الربعة وتسعين هو في الجبال عاشا للعواصف كلها فجأة يصح ضميره ويجلس فقط عندما مسكوه دانوا لليمينوت ولا إنسان رجل صالح ويدعو إلى الخير ما زالوا غير مدتوهش زوجتوه بثتونا عبر التلفزيون زواجه هذا العبث حقيقة لا يمكن أن ينطل على الناس هذا رويهين الدولة هذا رويه سيء للدولة إن كانت ما زالت هناك دولة المشكلة أنه ما بقتلناش عندنا دولة هذه هي الحقيقة لأن دولة المؤسسات مشكت أشخاص ما هي الفائدة يعني حابين تسوقوا لأمريكا بأن الجيش رهو فاعل رهو يقضي على الإرهاب هم فيه زاوية هذه ولكن زاوية الأخرى الأخطر في ظل هذه الصراعات كيف سينظرون إلى الجزائر ينظرون إلى الجزائر بأنها دولة ما زالت فيها جماعات إرهابية أنها دولة تعتبر بؤرة غير آمنة وأي شيء ممكن يحدث في أوروبا إذا القولها خيط مرتبطة بالجزائر سيدفعون الثمن غالي وشفنا قضية رهو بان تبحيرين اللي حدثت في التسعينات ما زالت تلقي بظلالها أنتوا ما رأي ركم تسيقوا للبلد أنت تجيب لي إرهابيين جيب ثلاثة ولا قداش كل مرة كل مرة جيبوا اللي تحكموا تجيبوا وتعفوتوا لي في التلفزيون الجزائري ما عاد شي يحتاج إلى هذه البضاعة الجزائري إذا كان أعطيه مشروع أقنع بأن النظام يقوم بتطوير البلد وأنه عنده سياسة ناجعة وأنه ممكن مستقبل الجزائري المستعد أنه يكون هناك مشروع لبناء الدولة ومستعد الجزائري يجوع حتى عامين ويعيش فقر مدقع مدة عامين لكن يبقى عنده أمل أن البلاد ماشية في طريق التصحيح في طريق استعادة الأموال المنهوبة وحاسبة الفاسدين في إطار التغيير الحقيقي في إطار الحريات وأشياء من هذا القبيل والله الجزائري يجوع وما يمسش بلاده لكن أنت ما عندوش الجزائري أي أمل أنت البلد كل يوم يجيب لي إرهابيين يعترفوا والجزائريين حراقة راهم يطيشوا في المراكز في إسبانيا راهم موجودين هنا في فرنسا يعني حتى بولادهم لا كواغت ولا والو عام اليومي في ظل وجائحة كورونا عانوا مساكن الأمرين ملقوش وش يوكنوا متى في البلاي في ظلك العالم رح يحترم هذه الدولة يعني أنت لكى مؤسسة عسكرية كي تجيب إرهابي ويقول آه ما روى ما عذبونيش ما دالوا لي حتى شي ما شاء الله صدقنا والمخابرات يمسكوا ناس ناشطين سياسيين مدنيين سلميين وكائنا حتى اللي يتعرضوا للاغتصاب وبلاوي كثير يعني تحكموا واحد في عملية مسلحة وتصوروه ويصوروا معها العسكر وهما عند رجليهم وبعد ذلك ما شاء الله لاجبتوه ريقلتوله سنانه رتبتوله أمور عالجتوله وزوجتوه ودرتوله كل شي خلونا من هذه المصارح يترى راكم ما راكم نحن على الأقل إنسان يعمل مشروع يجب أن يدرسوا مليح حل يكون مقنع للآخرين أم لا لكن أنك فقط بشتخوف الجزائريين على أن الجزائر مهددة بالإرهاب جيبها بالبضاعة هذه الآن الجزائر يصدقوا ما همش مصدقين بل أنهم يعودون ويشككوا حتى فيما حدث في التسعينات أكثر مما هو كان فيه شك أصلا يعني هذا المسلسل الرمضاني أنا أقول لكم بكري كنتم أقول من طالبهم أنهم يوقفوا الآن أدرك تماما أنه هذا الغباء عقيدة وهذا هو المستوى لما جيه واحد هذا هو مستوى وهذا هو غبي إلى أبعد الحدود وتقولوا لا ما تديرش الشيء هذا ممكن ما يديرش راح يدير أسوأ منه أنا أناشد وأخاطب العقلاء اللي راهم في الظل ما يحدث راه يوسيء للدولة الجزائرية الجزائر هكذا راي ظهرت عن طريق الحراكة الجزائر راه مصدر الهجرة غير الشرعية في وجود هؤلاء الإرهابيين وجوه يحكوا يقولوا التنظيم فلانه فلانه اتصلت فلانه وزدي وجه رسال معناها أن الجزائر ما زالت بؤرة لصناعة الإرهاب هذه أهم حاجة أمر آخر عندما تجيب أشخاص يلحق لك ناس في الخارج لم تسجل عنهم الأجهزة الأمنية الغربية أي شيء يدينهم أو يثبت أنه لديهم علاقة بتنظيمات إرهابية أنت تجيب شخص يقول في التلفزيون أنه عندي علاقة مع فلان ولا علان معناها خلاص فلان وذك أنا خلاص قلنا عن الجزائريين أنه إرهابي على من تضحكون والله على من تضحكون تضحكون على أنفسكم فقط للأسف الشديد وحولتم الجزائر إلى مصخرة حقيقية وستزداد هذه المصخرة وستكون لها تدعيات وخيمة على الجزائريين البلد رهي لازم تحافظ على اقتصادها تحافظ على قيمة عملتها تحافظ على قيمة مواطنيها حتى كتمسك واحد خلاص راه في قبضة الدولة عنده حرمته وره يبقى متهم حتى تثبت إدانته ويعالج إطاره في القضاء حتى إذا أردتم بعض التسريبات المهمة خليها تسريبات عبر الصحافة وقبل هذا يجب أن تكون لديك صحافة تكون عندها شوية مصدقية لكن صحافة بدوره والله لا تسوى دوره عند الجزائريين أوقفوا هذه المهازة أوقفوا هذا الغباء هذا أمر كان ممكن عنده شوية فائدة في التسعينات الآن رنى في زمن الإعلام ما بقاش حكر على الدولة ولا حكر على مؤسسات معينة الآن صار كل واحد راه منتج للمعلومة ومستهلك لها ماش بك لي مستهلك فقط أنه النظام يعطي المعلومة والناس تستهلك لا الآن المواطن راه عنده الأخبار تصيله من كل أنحاء العالم يشوف ويخير وأيضا هو صانع لمحتوى وصانع للخبر وصانع لمعلومة في ظل هذا الوضع هذه المسلسلات الدحدوحية القديمة اللي عفى عنها الزمن لا يمكن أن تضيف شيء لا للجزائر ولا للجزائريين ويبقى هاجس فشل النظام وضعفه في إدارة أزمات البلاد خلاه يتخبط ويمارس هذا الغباء وعن طريق غثاء لا يصلحون لشيء نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر